هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توريد القمحة هو الأهم حالياً وكل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجه مدبولي بتدليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين مشدداً على أن يتم التعامل بحسم مع عمليات الامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقمح وخلال الاجتماع تترق رئيس الوزراء إلى ما وصفه بالطباط إلى استجابة لشكاوى المواطنين موجهاً بإرسال تقرير دوري له شخصياً يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة ترجمة نانسي قنقر